مرحباً واضح، أنا أتوقع شرفت زين عند 26 سنة متخرجة من كلية الطب محب جداً من زمان اللبس والقماش وأن أنا أعمل دعم اللبس للعرايس إنه الدراسة عندنا بتبقى صعبة وطول وقت فيه سترس فمحتاجين إنه دايماً نلاقي حاجة تانية مختلفة نعملها أو هوية نطلع فيها الاسترس شوية بيجينا من الكلية كان الموضوع بالنسبة لي هوية بس من وأنا صغيرة مش أكتر بس بدأ يتطور معايا إن أنا بدأت أعمل اللبس النفسي لما دخلت الكلية أصحابي بدأ يعجبهم اللبس ويشوفوا إنه هو مختلف وإنه هم عايزين منه الموضوع بدأ في الأول إنه هو يبقى كادوهات ليهم لإنه أنا كنت بحب أشتغل في ماتيريالز وطلع بيس كده الناس لابساها بعد كده فكرت إنه ليه ما يبقاش بيزنس ويبقى مشروع لي جنب دراستي كنت بشوف راضي فعلا الناس إنه إيه اللي انت تعمليه ده إعلقت للطب بالتصميم بالتفصيل بالقص بال كنت قاس عجبت دايق وساعات بقول طب ما يمكن هما اللي صاح يمكن أنا اللي غلط فكرت إنه أبدأ الأول ببيج أونلاين الناس تشوف شغلي وأعرف منه يعني أنا فعلا شغلي حلوة ولا بس مجرد إنه يعني هوية وخلاص فعملت البيج وبدأت الناس تتفاعل معاها وتطلب من الحاجات اللي أنا بنزلها ده ده حلم أنا قدت عايزة وصله ممكن تبقى دكتور الصبح مثلا في العادة أو في المستشفى وبعد الظهر عندي شغلي خاصة أو عندي هوية خاصة عندي حياة التالية اللي أنا عايزة أعيشها مش لازم إنه يبقى كل الحياة منتركزة بس في الدراسة والطب وخلاص شايفة إنه إنه النهو أنه إنه البنت لما تبدأ شغلي وتبقى مسؤولة أو تبقى عرفة تدير حاجة ده بيديها ثقف نفسها قوي بيغير جدا من شخصيتها وبيخليها تفكيرها يروح لحاجات مفيدة أكتر وبتخلي كمان الناس بتشوفك بشكل مختلف بتشوف انه قدقي انت شخصية مسئولة وقدرت تشيلي مسئولية وقدرت تكملي حياتك من غير ما تبقي محتاجة لحد فدي اعتقد بوينت حلو قوي لازم تبقى في كل بنتي يعني بالذات في مجتمعنا شكرا ووضح